مساء الخير ارتفعت اليوم درجات الحرارة ان كان في العاصمة عمان وباقي المدن الاردنية تقريبا كانت العظمى في اواسط العشرينيات من درجات الحرارة حاليا في العاصمة عمان تسجل درجة الحرارة كما نشاهد حاليا في العاصمة عمان عفوا لهذا الخلل ننتقل فورا الى عمان وحالة التقص الان 16 درجة مئوية كما نشاهد غيوم متفرقة في سماء المملكة سرعة الرياح تصل حاليا الى تقريبا 10 كم في الساعة والرياح جنوبية ترتفع مع امتداد ساعات هذه الليلة نسبة الرطوبة تنتقل الى 60% سرعة الرياح ايضا هذه الليلة تزداد الى 14 كم في الساعة والرياح غربية تتراجع طبعا تستقر في العاصمة عمان درجة الحرارة الدنيا الى 10 درجات مئوية فبالتالي الاجواء عموما باردة غدا هناك تراجع واضح ملموس مقارنة باليوم على درجات الحرارة في العاصمة تسجل 16 درجة مئوية تبقى الرطوبة مرتفعة نسبيا خلال ساعات النهار سرعة الرياح تزداد بشكل لافت فبالتالي تزيد من اثارة الغبار والاتربة خاصة في المناطق الصحراوية لذا نرجع انتباه بشكل جيد على الطرق الصحراوية بسبب تراجع امتداد الرؤية اجواء غائمة جزئيا مع احتمال لتساقط زخات من المطر ان كانت ستكون في الاوقات المسائية غالبا في المناطق الشمالية وايضا بعض المناطق الوسطى تبقى الرياح رياح غربية معكم الان نستعرض درجات الحرارة الصغرى لهذه ليلة وايضا العظمى ليوم الغد اربط 12 درجة مئوية في جرش 13 أصلت 9 درجات مئوية لهذه ليلة غدا عجلون تلامس 12 اربط 16 والمفرق 17 درجة مئوية ايضا اجواء مغبرة هناك الزرقاء 13 درجة مئوية منطقة مطار الملكة علياء دولي 6 درجات لهذه الليلة غدا في منطقة المطار 16 شرق العاصمة 15 درجة مئوية مرج الحمام 8 درجات الكرك 8 درجات البحر الميت هذه الليلة 22 درجة مئوية غدا في البحر الميت 25 درجة مئوية وادي الموجب 20 درجة مئوية وكما نشاهد رياح نشطة في اغلب المناطق في معان 12 درجة مئوية العقبة 18 غدا تصل الى 26 درجة مئوية وأجواء مغبرة في وادرم وأيضا في العقبة أرويشد 11 درجة مأوية الصفاوي 13 الأزرق هذه الليلة 13 غدا في الأزرق 20 درجة مأوية الجفر 20 وأيضا أجواء مغبرة كما نشاهد إذن غدا تراجع ملموس على درجات الحرارة في العاصم عمان تقريبا 16 درجة مأوية أيضا فرصة لتساقط زخات من الأمطار في المناطق الشمالية وأيضا بعض الأجزاء من المناطق الوسطى كذلك الحال يوم الاثنين تراجع آخر على درجات الحرارة مع فرصة هطول الأمطار على شكل زخات ولكن استقرار عام على الأجواء ابتداء من يوم الثلاثة